التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لبحث الخطوات التنفيذية بشأن برنامج تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا حيث تم تقسيس مبلغ 250 مليون دولار في صورة خطوط إتمان مقدمة من المصرف لتمويل الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية ونقش الجانبان الجهود المبثولة من قبل المصرف في دعم التنمية وفي الدول الأفريقية ومن خلال التمويلات التي تمنح من خلال المصرف لهم حيث يعد المصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة تملكها 18 دولة عضو بجامعة الدول العربية ويهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربية وأكدت الوزيرة على ضرورة زيادة الدعم المادي المقدم من المصرف للدول الأفريقية معربة عن حرص الحكومة المصرية على تقوية العلاقات مع دول قارة أفريقيا نظرا لأهمياتها وكونها تمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية موضحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواجدا مصريا كبيرا في هذه الدول الأفريقية بمساندة جهود المصرف من خلال زيادة تواجد شركات المقاولات المصرية وأيضا إفاد الكثير من الخبراء المصريين من أجل تحسين خبرة كوادر الدول الأفريقية بتنظيم دورات تدريبية لارتقاء بمستويات الكفاءة وتنمية المهارات بالإضافة إلى أهمية زيادة الصادرات العربية عامة والمصرية خاصة إلى الدول الأفريقية كما التقت الوزيرة بالدكتورة فهد الراشد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واعتمان الصادرات وبحث الجانبان الجهود المبذولة من خلال المؤسسة لضمان الاستثمار واعتمان الصادرات لدعم وتشجيع جهود المصدرين المصريين لتنمية صادراتهم إلى الدول العربية وغير العربية ومن ثم زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى الأسواق العالمية حيث أن المؤسسة تقوم بتوفير تقطية تأمينية شاملة لمستحقات شركات التقسيم ضد مخاطر عدم وفاء المدنيين أو المدنين بما استحق عليهم والناجمة عن قبول وتمويل فواتير تجارية صادرة عن عملاء شركات التخصيم لفائدة مشتريين بتسهيلات ائتمانية في السوق المحلي أو في السوق العالمي كما تقوم المؤسسة بتوفير تغطية تأمينية شاملة لعمليات الإيجارة عبر الحدود فضلا عن خدمة تأمين التجارة الداخلية ضد مخاطر عدم وفاء المشتريين بما استحق عليهم